بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء الحضور ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا القيام هو النهوض النهوض بالمسؤوليات الدينية والاستماعية والسياسية القيام لله هو أن يكون كل نظرك في تحركك عند قيامك لله سبحانه وتعالى هو أن لا تشعر بالتعب والكلل والملل ما دمت تعمل لله وتقوم لله القيام لله هو أن تسير على طريق الذات الشوكة وإن كنت وحيدا القيام لله هو أن تصبر على ظلم الصديق قبل ظلم العدو القيام لله أن تضع الله نصب عينيك في كل حركة تقوم بها وأن تخلص لله في كل نشاطك وجهادك أن تقوم لله أن لا تتأثر بتثبيط المثبطين ولا بتحبيط المحبطين وأن لا يعرف قلبك اليأس والتعب برنامج القيام هو لتجديد الثورة ولإعلان أن الثورة باقية رغم صعابها وتحدياتها لا كما يروج له الخليفيون بأن الأوضاع مستقرة وتحت السيطرة برنامج القيام لنجدد عهدا للشهداء والمعتقلين والمطاردين والمغتربين والجرحى بأننا لم نخل الساحات ولم نتخلى عن الثورة وأن التضحيات لم تثني الثوار برنامج القيام هو للتأكيد على مطالب الشعب وعلى رأسها مطلب إسقاط النظام الخليفي برنامج القيام لنصرة المستضعفين والمظلومين وللوقوف في وجه الظالمين والمستبدين حين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحيدا في قريش جاءه نداء الرب قم فأنذر قلة عدد المشاركين ليس مبررا أن يتوقف الحراك ينبغي أن يستمر الحراك أن يستمر الحراك حتى مع قلة عدد المشاركين حين كان موسى وحيدا جاءه نداء الرب اذهب إلى فرعون إنه طغى وحين انضم إليه هارون جاءهما النداء اذهب إلى فرعون إنه طغى فينبغي أن نقوم بواجبنا وأن نتصدى للطاغوت ولانحرافه حتى مع قلة العدد والعتاد فمن كان مع الله كان الله معه فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فبالاستقامة والصبر والثبات ينزل الله نصره على عباده فاستقم كما أمرت واستعينوا بالصبر والصلاة حين يقوم شعبنا متوكلا على الله سبحانه وتعالى ومعتمدا على نفسه فإن النصر حليفه لا محالة هذه تجارب التاريخ أمامنا وهذا وعد الله يصم آذاننا إن تنصر الله ينصركم إن ينصركم الله فلا غالب لكم أسأل الله سبحانه وتعالى لكم الصبر والثبات وأن يعجل الله سبحانه وتعالى في نصر شعبنا الحر الغيور وأن يرحم شهدائنا وأن يفك أسرانا ويؤاوي مطاردين ويشافي جرحانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته